الحب اليوم بحياتك موجود سندي ولا لا؟ موسي الحب موجود اكيد في كل وقت هل تعيشينا في قصة حب؟ انا بعيش في قصة حب مع ابني مع ابني تقدر بك تقليلنا شي حب حب ايبات ولا معنديش مانع خالص بالعكس مش معنى اني فشلت انه خلاص يعني كيب انا يعني اي فنان او اي انسان عموا بس الفنان يمكن اكتر عنده جرعة زيادة من المشاعر يعني بيكون محتاج الحب انه يخلي دايما احساسه يعني انه عايش فاكيد بتمنى اني عابل الشخص ده وساعتها اكيد مش هتردد يعني سبيشالي لو كان راجل بجد الراجل كيف كان وجوده بحياتك؟ هل كان وجوده ثقيل خفيف مزعج مقلق جميل كيف بتصفي ضمن اي صفات وضعيه؟ كل الصفات اللي قلتها كانت معمودة اوه الحمدلقا ما حرمونيش من الحاجة انا حاولت بصوا انا حاولت اه ما حرمونيش من حاجة الحاجة كل الحاجات اللي شفتها خلاني بتدي شوي بعلاقتك بباباكي كيف كانت علقتك بوالدك انا صغيرة كانت شوية يعني العلاقة مش قريبة لانه كان بيشتغل وكان عصبي جدا بسبب التدخين وعشان كده انا بكره السجير جدا اه ما عرفش كانت دام خليني شوية بعيدة عنه بعدين لما كبر وانا كبرت انا عموما نقطة ضعف الناس الكبيرة بالسنة فقربت منه قوي ويمكن انا اكتر من اخواتي الاثنين بسأل عليه لانه بيوحشني يعني مشاعري اكتر من انه انا مشغولة بتخليني عايزة اسأل عليه لانه ما عرفش بحس انه انه فعلا انه انا حتى منه حتى مني وبيوحشني وكبر سنه بيخليه دايما عايزة بقى قريبة بس زمان لا اعلاقتنا ابدا ما كانتش قريبة بسبب شغل وزي ما قلت كنتوا تتخنقوا كتير مع بعض كان بيزعاقلي اذا اتشقيت مع انه ما بيبقاش انا اللي اتشقيت انت الولد الميوت ايو 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 لو كنا مثلا انا واخوي عنده في الشغل ووقعنا حاجة بالغلط يعني يوو كانت تحصل كواز كان عصوي جدا بس بس مع الكبر بقى عكس تماما الشغل ما كانش من الاباء اللي البنت بتشكيله او بتطلب منه النصيحة او المشورة دلوقتي دلوقتي بس بالفترة اللي فترة المراهقة فترة الاكبر سنن ما كانتش لا ما كانش مش بمزاجه بالعكس انا دايما كنت قريبة منه هو حنين بس بس هو كان عشان الانفصال بينه وبين ممتي فما كنتش دايما بروح اقوله يعني لانه مش بشوفه كل يوم انت كنت عايش مع والدتك اه مش معه هو نا لكن فيه طبيعي يصير فيها البعد يعني اكثر اكثر هو ده السبب كم اخ عنديك اخ واحد اخ واحد كيف علقتك فيه اه صاحبي اكتر من انه اخوي يعني اه يعني احنا كما منلعب كورة واحنا صغيرين مع بعض حد ما بقى عندي يمكن عشر سنين او حد عشر سنة وبعدين اتعورت بايدي فقال لي مش هتلعبي معنا تانية اجري مش تلعبي معنا تانية فالحمدالله انقذني لانه كنت بحب الكورة جدا يمكن اكتر من الغنى فكانت تبقى كارثة زماني راجل بعلا اعادي قاعد بقى حمادين حمادين ايوه بس احنا صحاب قوي فعلا لحد الوقت الحمدالله كان ساند لك طول عمره ساند يعني باشتكيله وبيقفلي طول عمره هو شخصيته حلوة لانه هو طيار فشخصيته كده اتركت يعني النموذجين اللي بتوع البنت عليهم ببيتها باباها اخوها يعني هوا اول نماذج بتبلش تكتشف العنصر الذكوري بالحياة وصولا الى الحب الاول امتا كان الحب الاول بحياتك حسيت انه دق قلبي بالفعل وانا مغرمة اول مرة حبيت كنت اولى سانوي او تانية سانوي مش فكرة تالي تانية سانوي وكان حد بيدربنا تمثيل وكان انا امور اوي هو بيمثل بس مش معروف اوي بس بيمثل الشاطر فحبيته اوي وعنيه زرق كان شبه مصطفى امر كده اخوات فكان يعني هو اول حد حبيته بس الموضوع يعني كنت بشوفه يمكن كل سنه مره زوروني كل سنه مره او مره في السنه احبتي بينك وبين نفسك لا كنت بتكلم معه في التليفون كالترخيري طبع بس زي الولد يعيني فراح حب واحدة ثانية كنت معايا في الجامعة بالصدفة لقيتها حتى حرف اسمه فهو اسمه غريب يعني مش دايما نلاقي المرفدة اذا انتي صاحبك اسمه كذا ولا ايه وقابتلي او انتي هرفتي من ايه تعالي اوي اكتشفت انه هو هاسبني عشان ها كنت مبسوطة لان البنت كانت حلوة اوي صراحة حقوي راضي على الموضوع